موسيقى أخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم سيكون ملعب سانسيرو بمدينة ميلانو الإيطالية سهرة اليوم مصرح لقمة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا بين ميلانو و تشيلسي الإيجليزي النادي الإيطالي يستهل اللقاء بهدف الثار من هزيمة إسطانفور البريج التقيل بثلاثية كاملة فيما يسعى البلوز للتأكيد بفوز جديد يقربه من التأهل إلى ثمن نهاء المنافسة الأوروبية وفي مواجهة أخرى يواجه المانسيتي مضيفة وكوبنهاجن وعينه على الفوز وضمان تأشيرة التأهل للدور المقبل وهو نفسه مسعى حامل اللقب ريال مدريد حين ينزل ضيفا على ندي الشخطار دونيتسكا الأوكرانية تأكد غياب المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو عن إنتر ميران في المباراة المقبلة أمام برشلونة في دور أبطال أغروبا ويعاني لوكاكو من إصابة في الفخض منذ نهاية الشهر أوت وكان متوقع عودته مطلع أكتوبر الحالي غير أن الإصابة منعته من العودة إلى الميادين وتدرب لوكاكو على انفراد صباح الثلاثة وأجرى تمرينات منفصلة بجلب خوكين كوريا ليترسم غياب الثنائي عن مواجهة القمة أمام الفريق الكتالوني أكدت تقارير صحفية فرنسية الثلاثة أن المهاجم الفرنسي كيليان بابي قرر مغادرة باريسان جيرمان خلال المركات الشتوية المقبل وبحسب ذات المصادر فإن النجم الفرنسي شعر بالخيانة من قبل إدارة النادي في ذل عدم تجسيد وعودها التي قدمتها له خلال تجديد العقد مقابل بقائه في الفريق وعدم رحيله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة أبرزها حركية النادي الفرنسي في المركات ومنصبه في تشكيلة الفريق ليصل الطرفان إلى طريق المسدود قد يعجل بمغادرة بابي لنادي العاصمة الفرنسية كشفت تقارير صحفية الثلاثة لنادي بارشالونا يخطط لتعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي كانتي خلال مركات الصيف المقبل في صفقة مجانية وبحسب وسائل الإعلام إسبانية فإن إدارة بارشالونا توجه أنظرها إلى الفرنسي نجولو كانتي وترغب في ضمه إلى صفوفها وينتهي عقد اللاعب مع نادي تشيلسي بنهاية الموسم الجاري لكن إدارة البلوز لم تتوصل بعد الاتفاق بشأن التجديد بسبب مدة العام وكذا كثرة الإصابات التي تلاحق اللاعب أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عبر حسابه الرسمي التويتر الثلاثة عن نفاذ نسبة 85% من تذاكر نهائي السوبر المصري المقرر عام 2023 أو في الثامن والعشرين أكتوبر الجاري بملعب هزار بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكاسي الموسم الماضي بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتين الدوري والكاسي الكلاسيك الأشهر عربيا يذكر أن هذه المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر أو سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015، 2017، 2018، 2020 تدرب نادي ريال مدريد الإسباني في العاصمة بولونيا وارس عشية مباراة أمام شخطر دونيتس كاللو كراني حساب الجولة الرابعة للمجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الحصة التدريبية شهدت عودة المهاجمة الفرنسي كريم بنزيما الذي سيشارك أساسيا حسب ما أفاد به مدرب الملك كاللو أنشيلوتي الذي فضل راحة اللاعب في الجولة السابقة أمام خطافي بعد مشاركته في جولتين عقب تعافيه من إصابة في الفخض ختم الموجة الزرياضي قدمناه لكم من قناة الجزيرة الدولية للمزيد من الأخبار تابعون عبر منصاتنا الرقمية على الأنترنت بالضغط على رمزية لاستجابة السريعة كيو آر ضاير أسفل الشاشة الشاشة شكرا على المتابعة يا من الله